اليوم بتعتبر الى اي مدى في عندك ادرة انه تقول نحنا ادرين نصمد كمان عم نحكي بوضع نازحين ضاغط جدا ادرين نصمد كبلد اقتصاديا ما فينا بلد مساعدة قلنا له اليوم للرئيس الاريجاني قلنا له باعتقد قلتلك اني كانوا بيحبوا عبر الدولة اللبنانية بس الدولة رفضت رفضت الدولة صار الدعم بده يصير عبر الحزب للنازحين حتى من هلأ يعني مش بعد نهاية الحرب هلأ هاليومين بدون يوزوا على الائها المتين تلاتمائة دولار على العائلة بلشت الائلية هلأ باعتقد هاليومين توصل لعنى على المنطقة بلشت بمناطق تاني لانه ما فيكي دعم للنازحين هاي دل مرحلة الاولى لبعدين تنتقل اعادة اعمار وهي بس توقف الحرب بس هاي للنازحين هلأ بايضا يعني قلنا بالاقتصاد اللي صار معك بالمانيا لما كنت مسافر بخليك تعيد التفكير بالسفر الى اوروبا لانه في البعض يقول شو صار معي لايه انه خلص في ناس راس ضدكن ويبدو في قضاء بيقدروا يحركوا باوروبا ما شفنا شو عم بيصير حتى مع بموضوع رجال اعمال واموال كنت عند كنت اول شي ما كنتش بالمدينة يحكوا فيها اي كنت بالمانيا بغير مدينة هاو دي اردت المهبيل طلعت مع طوني خليفة انا سألوا هاو المعدين وين قلت لهم كولين انا بعيد عنا الاف الكيلومترات اول شي هاهم هبيل بيطلعوا كم تافي سمعوا انا بكولين قيل اجوا بدون نقدموا قيل انا بكب برميل عالسوريين يعني يعني القلمان هالقد خفاف تيساتكوا عالشغلي يعني انا بحياتي مش قاتل نملي يعني فانو يعني اه مهبيل ارتة مهبيل اعرفت كيف عايشين عها الخبرية عايشين عها الخبريات ما الا طعمي اصلا يعني الموضوع كله ما له طعمي ما بتحس بقى القضاء الاوروبا بيتحرك مثل ما هني مفكرين انو بيتهموا او بيتحركوا ملفات اللي علي قبل ارهايب يحركوها من الجهنية مش طالع بقى ليش جمعة الجيم سيفر باتقول لوين بقول لوين يلحقوني رايعة فرنسا شارفوا يلحقوني شو هيك القضاء ملكون يعني او القد خفيف يعني القضاء الاوروبي قضاء الاوروبي بدو ادلي بدو مستندات احترام بعدين انا اللي يعني اذا بالسياسي ما حدا في يوقفني ليه هيك الله عطيني شو بعرفني مستقوي لانك مستقوي نعم مستقوي بلايكي اربع شغلات بحياتك ما تعمليهم مخابرة مخدرات قتل شرقة مين في لايكي خليلي مين في لايكي اذا هو ما تعمليهم مين في لايكي عرائيك ما عدا في حزبك عرائيك اه منيح يعني هاي دول اللي بخليك تستقوي مش انه بستقوي بحدا يشيرك كل واحد عنده حدا بعد عندك حدا ولا هيكي نكشف ظهرك بعد اختيات السيد لا السيد بستقوي فيه معنويا وكذا السيد بس كنت مستقوي فيه كمان هون كتير بالداخل ما عنده نفوز ولا مرة عندك ظهر تعتبر دايما ولا مرة استقوي فيه انا انا بس خلصت المعركة انا عندي ذكريات ايدا سألوه دم ما وصلوا لعندك المعلومات لحظة بس خلصت المعركة طلع السيد على الخط كانت خلصت انا عملت المعركة بتذكر بيه بس السيد طبعا طلع وقال لهم بتعتقلوا عماد عسمان وخالي الحمول اذا صر له شيوي اهم او اذا اذا اني قدروا وقفوه بس انت كنت هون انت شفتي الناس انا بستقوي بهاي الناس وانا بستقوي انه اصلا بشي مرتكب غلط بحياتي انا بعملش مخيلة في تساير اخيرا كنت كمان من الاصوات اللي عندن هالأجر يطلعوا يدافعوا عن رياض سلامي لما ما حدا عاد يحكي كلمة هاي بحكيها بعدين لاي ما فيي يكشفها المعلومات هلأ ليه لانه معلومات بصير راسك ابيض بتشيبي انت ما عندي مشكلة ما رح اكشفها لا هلأ بتضرني اذا كشفتها بس رح اكشفها تفاصيل التفاصيل اللي خلوني يعتقلولها رياض سلامي كل الملف لتوقيف رياض سلامي كل الملف كل الملف المالي هلأ اعطيت شي منه فترة بعدين لما قالت هو دفع ثمن دعمه لحزب الله بعدين بعدين بحكيكي كل التفاصيل هلأ منه هلأ بده يدار بالحبس برأيك ما أحلق ناسيته الناس ونسينه الدولي كمان بالحبس بعد غير البطرة كعمل جهد معين بس مش هكتوصل لمحل بطول بصدقي ما سألت صري فترة وما بتسأل عنه نعم كان إلي أصلا فترة ما شفته أنا بس توقف كان إلي فترة بس يتوقف الشخص بينسون ناس حتى اللي بيكونوا بمحلات بيقولوا أنه يعني حضرتك بتعرف أدي في ناس مستفدين منه هلأ ما بيقولوا ولا كلمة أنا استفدت من الألف وخمسة كتير مثل كتير عالم مثل كتير عالم الألف وخمسة يعني بس طبعا قروض شخصية مش تجارية بس استفدت يستفدك أنك تعرف ناس كتير استفدوا من رياض سلامة وما بقولوا كلمة حاوليك بالملايين يعني هربوا في ناس لا شاركوا بحبسوا في ناس شاركوا بحبسوا نحنا في ناش نكون هاي نحنا أولاد بيوت يعني ما بنغدر ما بنغدر العدو كيف بنغدر إذا واحد بنعرفه هلأت كيف بس رياض فيه بملف وامور فيها رؤسة دول يا لطيف يا لطيف ما أوصخ ما أوصخ العالم هالعالم هذا العالم يعني مش الناس يعني قصري شو فيه وصخات بش تعرفي من فوق يا لطيف آخر سؤال تختاري ججيت آخر سؤال من غدر بيوت يا مهاب بتقول أنا هلأ أعرفت إنه هيدا الشخص لا بيغدر أنا بالبلد يعني فيك تقولي كتير من من حلفائي غدروا فيه ما هو أقولك مين الواحد اللي بتقول هيدا حنيف بس غدر فيه لأنه مش واحد كتير غدروا فيه بعرفش ليه أبرز للتأثير فعلا ما حدا أسر فيه بس إنه إذا بتسأليني بقولي كتير غدر وستعوت مين صديقوا يقاموا هاليوم فصرتوا إذا أصابتني سهاموا تكسرت إنه صالوا على النصالي طب مين صديقك اليوم بتقول جزء كبير منهم صاروا بالقبر لا صدقائي صرت عب حس اللي صاروا هونيك أكتر من اللي هون اللي بحبهم في حدا بتقول بعدني بوثق فيه وبتجرر أني قول هذا الشخص بوثق فيه لا في كذا واحد يعني بس صاروا اللي صاروا هونيكي بالدنيا التاني أكتر من اللي هون اللي بحبونه بحبوني من هيك صرت حس إنه شو بعرفني من بقي من حزب الله اليوم بيوثق بوياموها بتقول ما بعرف ما بسأل يعني هك شي بعرف إنه الجهاديين بيوثقوا فيه وبالقيادة مني القيادة الشيخ نعيم مثلا لا أصحاب أنا ويا أصحاب أنا ويا أنا بحب السيد إبراهيم أمين السيد بالصراحة بقول لك بحبه كتير يعني ويك في علاقات جلسات أنا ويا سياسية وروحية وبيعرف هيك كتير يسقط القرآن على الأحداث الجارية اليوم رهيب بهالقصة الشيخ نعيم على فكرة على القريب هو كتير أهضم ما هو على التليفزيون فيه ناس بياخدوا عليها القصة إنه هو يا لطيف منه هاك هو يعني لا متشنج ولا متشدد ولا بالعكس يعني كتير شخصية لطيفة هو بتخاف عليه من اغتيال بيقولوا إنه محمي محل آمن هيك بيقولوا ما ببقى فيه يقول شي أنا ما بعرف فيهن أو الخصص يعني